السلام عليكم شباب معكم جاد ألفان أول جهدي واليوم في هذا الفيديو راح أتكلم معكم عن موقف صال اليوم وصارتني شوي غبنة وكرهني شوي ألعاب بلاي ستيشن وحبيت أعطيكم من اللي صار آخر لحداث وشن جديد وشن لا مجديد اليوم هو ما جلس من النوم شغلت البلاي ستيشن بسجل الفيديو اللي يقول لحسابي محظور طبعا حسابي محظور ما أدل لاش السبب وسويت دخلت موقع بلاي ستيشن كلمتهم مش شاد قلت لهم ليش حسابي محظور سبب البلاي ستيشن اللي يقول لهم يقول يقول اسم غير مناسب قلت لك يا في الحل اللي يقول لازم تتصل عليهم واتصلت تقريبا على بلاي ستيشن تقريبا نصة وعجلت على الخط استنى لهم بدأت علي واحدة كلمت تقول لي اسمك لازم يتغير قلت لها حاولي يعني المدير اللي عليك اللي كان سألها وحضاني البند حوليني عليه وحولتني عليه وجلست هاوشت معه تقريبا نص ساعة قاعد هاوشت معه في التلفون يرجع حسابي يقول لازم طريقة وحيدة حق يرجع انه يتغير اسمي يعني بالعربي بلاي ستيشن ما يبوني اخذ اسم اسم جهاد والعب فيه في الانلاين معلي مين يصار فوق تحت اسم جهاد 11 ما رح يكون بعد موجود بعدها اليوم ما لش رح اسمي حسابي رح يتغير يضطر انه يتغير حق يرجع لي الالعاب اللي شريته فيه كل شي يرجع لي حسابي اونلاين الاشياء اللي لالعبته اونلاين دي جريند اللي سويته في ديستيني كالو في ديوتي الالعاب كل اللي راحت حق ترجع لي لازم اغير الايدي اللي حقي وطبعا قبلها بيوم حسابي في تويتش راح بسبب انه اسمي جهاد بسبب انه اغير اسمي في البلاي ستيشن ما ادوش راح اسميه ما رح عطيكم خبر بالضبط بس يعني الاكاونت نفسه راح يرجع بس انه مو باسم جهاد بس بيتغير الايدي هم اللي راح يغيرون الشركة فما ادوش صراحة شا سوي فعلى البث مباشر تكانسل غناتة في تويتش راح أحوي على قناتك سلافا جيمينج راح ألعاب فيها طبعا اذا تبقى قناة سويتش تعرفون الرابط في تويتش انتحت فراح ابتد بث هناك لان نبثل يوتيوب شوي ممل مو ممل يعني شي اللي خليين ما اسوي اليوتيوب ما حس فيه تفاعل بيني وبين الشات نفسه ما حس انه فيه تفاعل يعني حس انه فيه عزل مع انه صحي انه تقدر تكتف الشات بس تحس انه فيه شي ناقص وطبعا الكل يقول لي سوي في اليوتيوب سوي في اليوتيوب وسوي في اليوتيوب بس لما يجي سوي في اليوتيوب ما فيه مشاهدين يعني اقل شي اذا كنت اسوي في تويتش يجب منها 25-30 مشاهد ويجي في اليوتيوب ما اقلي حتى اوصل 10 ففيه فرق يعني مو فرق قليل فرق وايد لا تبقى تحسب برقام اكثر من 300% يعني فالشي اللي راح يصير راح أسوي بث مباشرة على قناتك سلافا جيمينج في تويتش راح تشوف الرابط في تويتش انتحت واذا ما تشتركون في القناة ما تدو اننا معاهم راح تشوف الرابط القناة في دستشم تحت تقدر تتابعنو وتشوف الفيديوهات اخر لاخبار عن الجيمينج وايشي عن الجيمينج تبي تعرف راح يكون موجود فيه فهذا كل شي اللي عندي بس حبي تعطيكم خبر باللي صار معاي بلاي ستيشن ما تحبني تويتش ما تحبني ماذا تويتر ولا اليوتيوب وبطار انه غير اسمي في تويتر وبطار انه غير اسمي حتى في القناة وراح اضطار غير اسمي في البلاي ستيشن فما ديش اقولكم يا شباب فيني غبني والله انه فيني غبني من داخل بس الشيء يسوي هذا المكتوب وراح اعطيكم خبر شن راح اسميه وش راح يصير وطبعا الاسم انا سويت الاسم واقدر اسوي اسم ثاني غيرا لانه انا لسوت الاسم مو الاسم اللي يسويه احنا نسوي الاسم ولو بوجود اوو يا تويتر ولو موجودكم اساسا ما راح يستوي هذا الاسم يعني فاني مو زعلان على الاسم زعلان على التعب اللي سويته وراح ببلاش هذا اللي زعلان عليه لانه فيه اشي ممكن اونلاين ما راح ترجعلي ان الاسم راح يتغير فما تتخزن في الداتا في بعض الالعاب اونلاين فراح تمسح الالعاب كده على الفاضي هذا الامزع عني يعني وهذاك الشيء عندي شباب حبيت اعطيكم خبر واقول لكم شن اللي صار معاي وبس لا تنسوا نضايش في الاسبسكرايب وعلى آخر الفيديو الجاي السلام عليكم